موسيقى ان احنا بس ندخل التمثيل مشرف او ان احنا نطلع سامي فاينل او نطلع لا احنا عايزين ناخد البطولة احنا في الاهلي متعاودين بش حكس مها مركز تاني اي بطولة بندخلها جبنا تاني داك اننا ما دخلناش البطولة فاحنا ندخلين عايزين اول طبعا او مجلس الادارة هيدعم محترفة اللي معانا بواحدة تانية كمان هنخش البطولة دي هنبقى حاطيني التارجد بتاعنا ان احنا عايزين اول ونفسي طبعا الجمهور ييجي وكمان خصوصا البط فلا كده كده بس نفسي جمهور يكون موجود ومعانا في كل وقت يعني السنة فايتت لما الجمهور كان معانا في بطولة عربية واحنا كنا خسرانين في السامي فاينل خمسة بوينت وفاضل 17 سانية كسبنا المطش عشان بس الجمهور قابي يشجعنا فاحنا ما نقدرش ان احنا رجع الجمهور دا زعلاني نفسي جمهور يكون معانا في المطشات الافريكية وفي المطشات الدوري والسوبر والكاس ما يسبناش لحظة لو جمهور الاتحاد وافق انه لو جمهور يدخل ما يسبناش بصراحة في اي ثاني نفسي الجمهور يبقى معانا يعني لو ان شاء الله يعني عندي نية التجديد بصراحة ما عنديش يعني لو جاتلي فرصة الاحتراف هتبقى موجودة حطها في الحصبان يعني مش مش طلع من دماجي لما جاتلي فرصة الاحتراف في تونس وفي المغرب ساعة البطولة العربية الساعته كان بيتعارض مع وقت التلاتة على تلاتة فما كانش ينفع ان انا سيب منتخب والاتحاد كمان ما وفقش خالص فهي موجودة يعني هي موجودة لحد دلوقتي ولو ليه نصيب ان انا اكمل في الاهلي ان شاء الله موجودة برضه او لحد دلوقتي يمكن لسه يعني عروض الاحتراف اللي هي اطلع برا على طول دي لسه لسه يعني ما حصلش نصيف فيها بس بتولة او حاجة بتولة عربية بتولة افريقية لا الكلام ده موجود لحد دلوقتي موجود وساعتها بيبقى ما بين بقى النادي اللي عايزني ما بين النادي الاهلي بيخلصوها مع بعض قدروا ان هم يخلصوني اوكي ما ينفعش خلاص بس عروض احتراف احتراف لسه لحد دلوقتي ما جاتليش يعني لا والله لو جاتلي عروض من من اوروبا او بطول او حتى فرقة عربية او امريكا لا انا ما عنديش اي مشاكل بصراحة يعني مش مش حط دماغي على نادي معين او حاجة بس لو جاتلي فكرة الاحتراف لا هي في دماغي دماغي طبعا اشتركوا في القناة